برضو في إطار المرحلة اللي جاية المهمة الأهلي الوزارة الداخلية بتوفي على العودة للعب في السادق قهرة ودي مسألة الحقيقة نقلة إيجابية مهمة جدا في إطار عودة الحياة الرياضية لمنوالها الطبيعي مؤكد هذه العودة لها بعض الضوابط لها بعض التقوص اللي محتاجة تتنفذ لها بعض الاشتراطات كان فيه اجتماعات كتيرة أعتقد الفترة اللي فاتت في ملف حضور الجماهير مباراة الأهل ومونانا الجابوني السبع مارس في بداية دور الأبطال اتفضل أنا أوتيح ليه أنا نكون قريبا في اتخاذ هذا القرار وفلسفته وقريبا أيضا في مفهوم الأهلي اختار السادق قهرة ليه ومفهوم أيضا مخاوف النادي الأهلي اللي لازم جماهيرنا تساعد في تبددها النادي الأهلي هو اختار ملعبه استاد القاهرة وإذا لم يتمكن يبقى السلام ثم برج العرب حد من الثلاثة دول دي ملعب النادي الأهلي تمام لما جيه البطولة الأفريقية أراد النادي الأهلي أنه يضع أولوية لأستاد القاهرة الأمن حطي لك الطاقات الجماهيرية التي يشعر النهاية دي اللي يقدر عليها يعني خمس سلاف متفرج بالنسبة لأستاد القاهرة خمستاشر ألف متفرج بالنسبة لدار السلام استاد السلام استاد السلام أربعين ألف في برج العرب والقرار عند النادي الأهلي أول ما يتبضل إزانك يقول لك ما تختارب أربعين طبع طب الجمهور بيقول أنا بقعاني وأنا بروح وبتكلف والماتش اليوم ده بيكلفني فوق المتين وخمسين ولا ثلتمائة جنيه رايح جاي وغدا ولو بقى أسرة ممكن يخش في أكتر من كده وياريت نلعب في استاد القاهرة ونلعب في القاهرة النادي الأهلي اختار إيه أبو خمسة أبو خمسة أبو خمسة أبو خمسة أبو متفرج واحد يقول لك ما هذا تسوقيا قال الأهلي يضحي عشان يرسخ شوية مكاسب أهمها لا ده ملعبي بقى جماعة آه وأنا هو بضحي بكل ده أي عشان أكد أن ده ملعبي واحد أن يعود الأهلي استاد القاهرة عودة مستمرة ثانين يرسخ للتواجد الجماهيري في حدود خمس سلاح متفرج بقية المباراة عند عودة الجماهير على الأقل أي آه فبقى مكسب تاني هو مكسب تالت ما يضطرش جهاز الفني يسافر بدريوم ويعمل معسكر قابليها وسافر لليتها أو تاني يوم فبيضيع يومين يستفيد بيهم يا في الراحة يا في التدريب في حالة اللعب في آه برج العرب رغم أنه حيتحلك أعداد أكتر لكن المصاعب والحكمة الفنية وفلسفة النادي الأهلي في أنه يستشر في المستقبل ويرايح جماهير جماهير القاهرة هتجي تقولي جماهير الأقليم معلش جماهير الأقليم مش هتضر قوي أي لأن برضو احنا مش عايزين الزحف الضخم جدا اللي ييجي ومليقيش تذاكر فأنت بتريحها من بدر بدر إنه ما يتحركوش وما يتكلفوش طيب عايزين إيه من جماهيرنا كيف تكون شريكا في إنجاح فلسفة وإدارة النادي الأهلي أنك تساعد على الالتزام أن يمروا اليوم بنجاح أي طيب عشان يمروا اليوم بنجاح الأهلي طرح الخمس سلاف تذكرة على السيستم أي هتبدأ الحاجزة على السيستم من واحد مارس يعني طرح الفكرة أن يطرح أي القرار أنه حيطرح أي يبقى إذا خلصوا خمس سلاف تذكرة على السيستم فولو ستوب وعلينا جميعا جميعا أن نقبل بهذا القرار أي شكل القبول إيه ما نرغيش كتير بقى ما نضغطش عالناس ونهاجم ده ونهاجم ده ونهاجم الأمن ونهاجم نشعرف لا نحط إيدنا مرة ونشعر أن نحن نبقى شركاء مقدرين أن مشكلة تستاذ القاهرة أن الجماهير الغفيرة لما تنفض بتنفض فيين يا في شارع النصر يا في شارع صلاح سالم ما تتحملش أكتر من أنك تيخرج من عندك خمس سلاف متفرج في لحظة واحدة أي من ناحية الموضوعية أو أنت تروح وبعدين فأنت لو روحت وما معكش تذاكر وتذاكر خلصت هتعمل مشكلة أي فساعد الأهل وساعد نفسك أنك مطروح إذا كنت بتحب الأهل صحيح ساعده أن ينجح في هذا الأمر لأن القرار بعد كده طب ما فيش لعبة في الإستاذ هتحصل مشاكل والمشاكل في مناطق مكدسة بالسكن مكدسة معرض الكتاب المصلاة المغطال اللجنة المكدسة جامع الرجان اللي فيه بيبقى مناسبات هامة جدا فإنت لن تساعد الناس إنها تؤدي عملها بدون مشاكل في الحدود اللي التزمت بيه ما تلوموش حد ما التزمش بقى أكتر من خمس ثلاثة فمن فضلكم اليوم يعدي على خير نقدر مسئولية جميعا ولو يكو نشعر في الحجاية ولو في بعد التجربة دي لحضراتكم أراء نستمع إليها نتواصل مع النادي الأهلي ينعدل يا إذا ممكن القرار ينجح الخمسة دول يزيدوا شوية قابل يكون قابل طب ما نساعد هذا الأمل أو بقى تقولوا خلاص بلاش لعبة في القادرة أو تقولوا طب خلاص نروح دار أستاذ السلام اللي مش عارفين برضو الموقف حيبقى فيه ايه من ناحية الفنية وناحية الأفضل للكورة بتاعتك أنه يبقى في الأستاذ يعني اسمحوا لي في كل الأحوال في كل الأحوال القرار عند الجمهور عودة الجمهور بإذ الله تعالى للملاعب بشكل منتظم وبشكل بإذ الله حسب ظروف الملاعب وحسب ما تسمح الحالة الأمنية لأن حكمال قضية المرور قضية مهمة جدا أن أنا ألعب في أستاذ القاهرة أستاذ القاهرة دلوقتي غير زي زمان الكم سنة اللي فاتوا حجم الكسافة السكانية اللي أحاطت بأستاذ القاهرة تقريبا بقى في وسط البلد ما عادش في المنطقة المترامية زي ما كان أريد ليه عند نشأته لا في وسط كسافة سكانية كبيرة جدا مزيد من الحضور الجماهيري في المنطقة زي دي مؤكد بيعمل اختناق مروري محدش هيكون سعيد به أو مريح للتحرك خلاله عشان كده إذا كان هذا الظرف المروري يحتم علينا الأهل يوافع على أستاذ القاهرة لأنه ده أستاذ القاهرة وده ملعبه فنيا مهم جدا ليه قيمة أستاذ القاهرة أيضا مسألة مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر